اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا ودائما احنا في الزحمة اللي عم بنعيشها الآن بنصر نتحجج انه احنا معناش وقت نعمل كذا معناش وقت نزور اقارب مثلا معناش وقت نروح نلعب رياضة او نشترك بجم الوقت هو هو والزمن زمان كنا نقول انه الوقت فيه بركة الايام هاي الوقت ما فيه بركة الوقت هو هو واليوم 24 ساعة زي ما هي ما تغير عليها اشي والساعة 60 دقيقة لكن احنا كيف بندير الوقت هي هاي النقطة اللي احنا بنحكي فيها ادارة الوقت كيف انا ممكن اعمل اشياء كتير بوقت معين او بوقت محدد وانجزها كلها وفيه مثل بيقول انه اذا بدك تنجز شغلة اطلبها من شخص مشغول مش من شخص فاضي لانه الشخص المشغول دائما بيكون عنده او غالبا بيكون عنده ادارة سليمة للوقت للحديث اكتر عن ادارة الوقت بسعدني ارحب بالاستوديو بيضيفنا رياض العجارمة وهو مدرب بالموارد البشرية اهلا وسهلا فيك اخ رياض صباحك سعيد يسعد صباحك وصباحه عزنا المستمعين المشاهدين الله يخليك خليك خلينا الان نحكي عن ليه احساس الناس بالوقت بيحسوا انه ما في بركة مع انه هو 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 تمام ونفس الوقت يعني ما تغير انا عجبتني مقدمتك على الجد يعني هو الوقت عمره ما تغير عمر الساعة ما كانت خمسة وستين دقيقة دائما ستين دقيقة ولكن عمليا احنا في عنا اشكلية كبيرة بادارة الوقت هو بصراحة ما في شي مدار واشي منظم زي الوقت احنا بندير انشطتنا الانشطة اليومية احنا عندنا مشكلة اللي هي الجهد والانجاز احنا عمليا اغلب وقتنا هو عبارة عن جهد مش مرتبط بانجاز واذا لك بتلاحظش الانسان دائما مشغول عمليا مشغول بس ما بينجز بس ما في انجاز لانه فاقد مسألة مهمة كثير انه احنا ما بنكتب جدول اعمالنا اليومية حسا لو كتبنا جدول اعمالنا اليومية لو كل شخص فينا فكر اليوم قديش عنده شغل وكتبهن راح يشعر انه كل الشغلات المهمة اللي كتبها ما بتجاوزن ساعتين بالكتير عمليا ساعتين ما يعطنك مشغول وانت معك تقليبا 18 غير النوم يعني هدو 18 ساعة بتكون صاحفين تنجز فيهن اكبر اشي فهي القضية اللي احنا منقتناه حسا بتشوف الناس دائما في عجلة الناس دائما مستعجلة زي ما اتفضلتي دائما مشغول انا اوين فلان والله انا مشغول بس عمليا الشغل الحقيقي هو الانجاز احنا للأسف اللي نبدله اغلبه عبارة عن جهد جهد ما يرتبط بانجاز نهيا لو ربطنا بانجاز وبرامج يومية راح تشوف الناس مرتاحة بالوقت ودائما ما عندها مشكلة دائما هناك متسع من الوقت مضبوط يعني يمكن الخطوة الاولى اللي اتفضلت فيها سيد رياض انه الكتابة يعني وانا بتفق معك بهذا الموضوع وانا بتتبع بالمناسبة هذا الاسلوب يعني بحط مثلا لأسبوع مرات لأسبوعين واذا لشهر كمان اذا بيين معي شو بدي اعمل لشهر بكتبهم ببعليهم على التلاجة باليوم والتاريخ والوقت يعني راح يمكن الناس تستغرب انه الشغلة اللي ما بكتبها ما بنجزها واللي بكتبها بنجزها وبعدين القضية الاهم بتبلش تشعر بقيمة يومك يعني انا لما بكون نحدد خمس مهام عندي يوم كاتبها مكتوبات بالنسبة لي كأنه بنجزموك اول طبعا تعرفة شو ميزة الكتابة يعني احنا قدش بندرب على التركيز لا صدقي فيه شي ممكن يعمل عندك تركيز لما تمسك الدفتر تكتب تمسك القلم بتبلش تكتب بس تكتب بتبلش كل الافكار تيجي هاي واحد اثنين مسألة الكتابة واهمية الكتابة دايما نحن نحن بلأهداف بأي شي اكتب حتى لما تفكر انت مع نفسك اكتب الكتابة احنا كيف لما يجي شخص يستأجر بيت مش اول شغلة سويها عقد الاجار هو العقد الاجار عبارة عن التزام بينك وبين صاحب الملك عملية الكتابة هي التزام بينك وبين نفسك انت واذلك ادارة الوقت الان لما نحكي عن حالة ذهنية حالة جسدية حالة نفسية نحكي هي التزام مع نفسك قبل ما تكون التزام مع الاخرين صحيح لانا اليوم بدي انجز عمليا لازم انجز هدول هلأ مرات مش شرط انك تقدر تنجز مثلا اذا كتبت خمس شغلات بديك تنجزهم ممكن نكون نعملت ثلاثة بتأجل اثنين مش مشكلة بتصير مرات انه الواحد ما بيقدر او بتصير مثلا طوارئ شغلات طارئة ما كان حاسب حسابه او دخل بأزمة مثلا اخرته عن الوقت اللي هو كان محدد ولي انجاز شيء معين فتتأجل او بتترحل تترحل لليوم اللي بعده او لليوم هاي احد اشكاليات التخطيط والكتابة انه احنا عمليا شو اللي بصير عندنا تجي انت تكتب مثلا بدي اشتغل بكرة كده وكده يجيز انت تأجل عندك وعدات انتين تشعر انك تخربت مرنامجك كامل لا يا عملي ما في مشكلة المهم انه انجزت اشي من اللي انا كنت كاتبه صحيح هلا في شيء جميل استاذ رياض يعني في الخارج بس موجود للأسف مش موجود عندنا بالاردن بنك الوقت نعم هذا البنك هو عبارة فكرته يعني قائمة على انه الشباب مثلا في عمر معين عندي فائض من الوقت هذا الفائض من الوقت انا بقدر اعمل فيه اعمال تطوعية الاعمال تطوعية هاي بتنحسب بالساعة مثلا انا اليوم اشتغلت ساعتين او ثلاث ساعات في الاسبوع مثلا اشتغلت خمسة عشر ساعة بنحطه بحسابي في بنك الوقت لما اكبر بصير انا عندي رصيد كافي مثلا ساعات كبيرة بهذا البنك بيردولي اياها كيف بانه يعينوني يساعدوني يقضولي امور انا زي ما خدمت بلدي فيها بلدي والمتطوعين اخرين شباب بأدمولي بالضبط يعني ادي فكرة زي هاي يمكن الناس تقولك شو هذا هاي ناس فاضية اشغال لكن ادي هذا الشيء فعلا لو اتحقق عنا رح يغير بحياتنا وبتفكيرنا ويوظف طاقات الشباب توظيف ايجابي تمام يعني شوف انا بدرب في مشروع مع اليو اسيد بنك المبادرات الشبابية الان ما تتخيلي الشباب عندنا في الاردن والشابات قديش بدهم عمل تطوع قديش هما يعني قديش بتصلوا معانا انه احنا بدنا نتطوع في عمل في عمل تدريبي في عمل مساعدة في عمل بي في اي اشي عمليا هاي القضية مو سهلة بمعنى حتى الناس قبل ناسنا قبل كانوا يتعاونوا ولذلك في فزع بتلاقي عند الناس هذا بيشتغل مع هذا هذا بالموسم الفلاني بيساعد هذا عمليا فعليا احنا بحاجة بحاجة ماسة انه احنا هذا الوقت اللي قاعد ينهذر منا مو صحي واحدة اثنين ادارة الوقت مرتلطة بالسعادة الان الان العالم مش سعيدة انا لما بشوف بوقف على الاشارات ضوئية بشوف مستوى العجلة للناس فيها لما بتيجي تقعد مع شخص يعني احنا الان يعني بحكي لك كلمتين يعني هنا من قواعد النجاح الحقيقية الان وهنا يبدو لي حتى للأسف صف حضورنا هو حضور جسدي مش حضور دهني الان وهنا تعني اللحظة والمكان اللي انت فيه كمي احنا فرضو على امكنا احنا فاقدين المكان واذا لك بلشنا منعيش لحظتنا تلاقيك اما تفكر باشي بالماضي او باشي بالمستقبل عمليا ذهنيا عشان انت تكون حاضر لازم تكون حاضر جسدك وذهنك في ادارة الوقت من بعض المهارات اللي احنا دايما بندربها في ادارة الوقت انه اول اشي بدك تلزم نفسك بدك يكون عندك اهداف هذا واحد اثنين في عندنا كمان قضية مهمة في ادارة الوقت في ادارة الوقت لما احنا نتحول انا دايما بركز على مسألة انه كيف انا بدي احول هذا الجهد لانجاز انه انا شخص منجز عشان انا اشعر بقيمة قيمة ذاتي في الحياة انه انا عمالي انجز هسا عمليا في تحديد الاولويات هسا عمليا اغلب شغلنا لازم نخطعنا مسألة هذا الشغل قديش مفيد هسا عمليا مش كل الشغل نفس الوزن مش كله ممكن اللي بيسموها الادت فاليو القيمة المضافة مش كل الشغل بيضيف قيمة وذلك حتى لما بدك تبلش يومك وبدك تشتغلي اليوم مثلا انت عندك مثلا ساعة ساعتين هذول الساعتين بايش بيلك تشتغلهن هسا ممكن تشتغل الساعتين بايشي ما يضيف لك 5% بينما ممكن تشتغل نص ساعة ويضيف لك 50-60-70% وذلك يفترض لدينا توزين انه الاعمال هاي اللي بدنا نشتغلها شو بتضيف لنا ساعتها لما انا وزينها ابلش بالاهم عشان فعليا انا بكون شخص منجز طيب احنا عشان ادير الوقت انا كمان بشكل سليم للاسف يعني وقتنا انتهى بهذه الفقرة لكن بدي استاذ رياض يعني هيك بنقاط سريعة بس تساعد الناس على استثمار الوقت وادارته بشكل سليم احنا قلنا اول نقطة الكتابة نعم تاني نقطة الاحساس بالشيء اللي انت بتعمله حتى ما تفقد السعادة في الشيء اللي نقطة تالتة نقطة تالتة انه انت بتعمل عملية توازن بمعنى انه انت تأطي كل شيء حقه في الوقت يعني انا كنت ادرى في دار ضغوط الحياة بالعمل الامريكان اخذوا مرتبة رقم واحد بسبب بسيط اختلفوا عن كل شعوب العالم انه كل شيء اخذ حقه الشغل شغل البيت بيت ما ندخل الامور تشاعب الامور في بعضها افقدنا كفائتنا في دارة الوقت طب انا جاي بدا اشتغل معاي ساعتين شغل الاصل كله نكون الشغل تخيلوا كيف انا ممكن اعمل اتصال فيهم عشان هيك لما بطلعوا فعلا ويك اند بالنسبة لهم بيستمتعوا فيه بيستمتعوا فيه لانه خمس ايام انجاز خمس ايام شغل انا فيه يومين بدي استمتع فيهم ما افكر بالشغل والاشي الملفت للنظر عندنا فعليا هذه النقطة اللي بحكي لك هي ان احنا ما عم نعطيك كل شي حقه حقه من الوقت بمعنى انا جاي الآن هندي ساعتين شغل لازم اخلص انا رأي على مناسبة فرايحية واندي اروح بالساعتين ما بحكي بالشغل ولا احكي بموضوع ثاني رأي حافرح رأي حافرح واندي اشارك الناس ساعدته صحيح انا بدي اشكرك استاذ رياض العجار من المدرب في الموارد البشرية لوجودك معنا والقاء الضوء على اهمية الوقت وابارة الوقت تسلمي ويعطيك ألف عافية شكرا خلينا مع بعض نروح مشاهدينا ونشوف هذا التقرير عن السياحة في وادي رم من تقديم زميلنا احمد ابو حمد واعداد محمد العوايش شكرا